اشتركوا في القناة وطرات الجو يحتاج شي واحد وتان طبعا أقوثان بالدنيا كلها اللي مكسر الصخر من أنا صغيرة للحين خالاتي ما تستخدمونها ستل لانكاستر بس في أشياء يديدة أنا ما أعرفها صراحة ستل مظبوط لانكاستر تقريبا من ستين سنة تلع لين الشمس ما شالله أنا عمر يدتي أول لين نزل للشمس خاصة لحماية البشرة من أمراض لتسبب الشمس المهم أنا معاكم يورا العميري ومعاكم رولا من لانكاستر رح نكلمكم أكثر عن المهم رولا بس أشعر هو ندري من ستين سنة طبعا بس هل ما تغير فيه شيء من ستين سنة الحين ولا شيء لا طبعا تغير بس هو نجح أكتر شيء في هذه الأشجار وبما أنه نجح كثير وصار معروف عالميا أرأيت شركة لانكاستر بموناكو تعمل لينات كبيرة كل سنة تنزل لين جديد جديد مع نيو تكنولوجيا وخاصة كله هلأ صار فاستن أوبتمايزر يعني في ناس كثير سريع يمكن تخليطها سريع حتى فيه SPF مضبوط خاصة عنه فيه SPF اللي هي بتخفيف كثير الدرر في ناس كثير بيقولوا أنه لأنه فيه حماية ما بناخد له هو العكس صحيح أنا لا يوجد حماية لكي تحبب أقب أقب فعملينه مع حماية حتى بتلاقي فيه SPF 50 حماية عالية باستن تخليط نفس اللون كأنك تخليطه بس حماية بشرتك من أي ضرر من الشمس شيء وايض خاصة أنه لانكاستر هي معمولة بنيو تكنولوجيا اللي هي الانفرا ريت تكنولوجيا تحمي أو بتمنع أشعة الشمس الضارة أنه توصل للجلد وتسبب أمرات جلدية صحيح بما أنه كل بشرة تختلف عن الثاني في عنا combination skin في عنا dry skin في عنا sensitive skin لانكاستر نزلت مش بس for all type skin نزلت الميلكي للبشرات الجافة يلي بتمنع حتى في أشعة الشمس كمان بتسبب التجعيد للبشرة فهيدي كمان بتمنع لأنه بتعطي موستورايزر بنفس الوقت وبتمنع تبخر الماء من الشمس وحاجة السنسيتيف هو اللي هو السنسيتيف حتى الجار ولي عنده السنسيتيف قلب شو يسوي نون لا يحط لحل معنا لا خصوصة معمولة للأشخاص اللي بيعملوا حساسية من الشمس نعم ويدناس هي نيو تكنولوجيا الانفرا ريت في ناس كتير تتحسس من الشمس فتمنع هالشي شو قال بغولة الحين ما ينزلون لين هل يكون فترة معينة وشيلولة ولا خلاص لا لا بيبقى ستيبل بيبقى ستيبل ستيبل على طوب يعني هذا ناجح يميب لا لا الحمدلله وبالتالي بيبقى عنا كمان فور أويلي سكين طبعا في كتير بشرات تتبقى كومبينايشن وبيتلع حقوق بالجسم فنزلوا هيدا أويلي فري ميلك سبري يلي بيمنع البكتيريات إن الحب تصير فيها كتير أويلي وكتلتهب بالشمس كمان نفس الشي بتاخد نفس اللون البرونز وعننا كمان الأويل في ناس كتير بتحب تكستور تبعال الأويل وخاصة إنه سبري صح لأنه قوة أسهل اكزاك عيسا ترشيع بس هو كمان نفس النتيجة هيدا بيعطينا شوي على غالد أكتر يعني اللي بيحب يعني اللي بيعطي أنا قلت شو مخوية صراحة أنا استخدم هذا أول يوم من ثم ثالث يوم أستخدم اللي يابي بفرشك في ناس كتير بياخدوا الاثنان سواء يأخذ الثان تبنر كرميل أول ما يتعرضوا للشمس ليأخذوا اللون القوي هذا أول شي اكزاك بعدين هذا بعدين بحط آخر يوم سفرة سفرة 40 أيوه أيوه في عنا شغلة كتير مهمة لازم نحكي عنها نحضر جسمنا للتان قبل ما نبدأ نروح للمحل أنا كنت أسوي حمام مغربي صراحة قبل التان عشان يفتش المسام يكون يعني لوني متساوي مزبوط لنشيل الخلايا الميت في لانكاستر نزلت التان قبل بأسبوع أو قبل كم يوم نعمل السكراب لنشيل الخلايا الميتة كلها نرجع مجرد ما نزلنا على البحر وأخذنا لنأخذ التان بتصير سكراب يعني هو سكراب طبعا نشيل الخلايا الميت وبحضر البشرة لبرونز أقوى خلاص الآن ما نصبح حمام مغربي سكرابينج وتان بشكل حلو أكيد ريحت حلوة نفس تان ريحته رائع وبحضر البشرة لا يسبب أي حميرة يعني حتى لا يستطيع أن يستخدم حتى الذين لديهم أنكزة لا يستطيع أن يستخدم حسنا حسنا على كل البشرة نعم طبعا لأجل خلاص هذرا حتى تبدأ وطبعا نبدأ أضيف شغلة أنه كل شيء للجسم ممنوع ينحط على الفيس للفيس في شيء خصوصي خاصة للسكين يبقى أكثر لكن أنا أضع هذا على الفيس لا لا يحدث لازم حماية خصوص مخصصة للفيس لأنه كمان بتركبتها تكون غيرت عادة عادة أحب حماية وأحب وقتان أم لا هو أريدي سيعطيك المفعول لفسه آآ يعني تستعن لفيس أكثر هناك أشياء يبقى معمولين بطريقة كثير سيف بس خاصة الملكة يبقى في فيس وبعدها مع بعض الأشياء التي فيها ملكة هناك أشياء التي لا تضعها معها على البحر ففي أمور وكلمات تبقى فيس وبعدها مع بعض الآن هذا الوحيد الذي أستطيع أن أضعها هو الثاني صح؟ نعم في 15% حب 18% هذا أستطيع أن أضعها على الويل والجسم بالضبط هناك معلومة لا يجب أن تشتري ويل لا يجب أن تضعها هناك معلومة يجب أن أضعها قليلا إذا البشرة سمرة كلما كانت البشرة سمرة يمكننا أن نقلل الحماية لكن كلما كانت البشرة بيضة يعني أنا ويل بيضة هنا يجب أن أخذ 50% أو 100% 10-50% ولكن إذا البشرة بيضة معرضة أكثر تتعرض أكثر بالضبط للحرق كلما يجب أن تأخذ 30% أو 50% 50% نعم وهناك أيضاً وهو مثبت بعد 10% 10% هذا عادي بعد الشاور بعد السباة يستخدمك يومياً يمنع أن البشرة تأشر حتى يخفف من وحج الشمس والحرارة التي أخذناها يجب أن أول يوم الثاني أن أول يوم الثاني عندما تذهب إلى تنامين أشعر أن حتى احتكاك الكمبة والتيشير على الجسم مضبوط هذا فيه مرمّم للبشرة بنفس الوقت يجب أن أضع راب الله هداشاً يجب أن أطلع لك شيء يجب أن أضع رابع يجب أن يكون يجب أن يكون مرمز 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 هل تضعوا فيه رائحة منهم؟ مرمز هناك أكيد هناك بارفوم هناك بارفوم وفي ميك أب سنقوم بنا لا والله والأمر والأمر ضروري يجب أن نضعه كيف نحتم بجسمنا الشعر لأنه يتعرض للكلور ويتعرض للشمس وخاصةً الذي يصبغ شعره يعني زيت زيته لا يفعل لا 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 هناك سنقوم بجسم يجب أن يرمز ويجب أن يكون ختم الشمس وأيضاً هناك معلومة أنا شخصية مستخدمه بعد السيشوار لأنه قبل الحرارة أي حرارة أي حرارة أي حرارة أي حرارة نعم خصيصاً لكن يأتي قوة وصلابة للشعر أرى يأتي لكنه لا يهم لما يتعرض ينشف نعم المؤمنة قلت لدينا أنه لا يحبون أن يرحون البحر كيف حال؟ ما هو الحل؟ نعلم لكن ما هو الحل الذي يرحون يحبون الحل يحبون يتأيدون أسبوع أو عشر طيام نزلوا حل الحل خلال مع الشاور يرحون منه بالأمين ومنه بالأمين في عنا السيروم 365 دروبس يلي فيك تخلطي مع الفونديشن أو مع داي كريم ليصير وججك لون واحد وبرونزي بس يخلص نهارا بتاختشاور بروح هذا الدروبس يقدر حطها مع ميكب أو بدون ميكب يا ميكب يعني بدون ميكب مظبوط وفي عنا السلف ثاني تلي بيقعد عشر تيين طبعا من بعد ما تتحدر البشرة بالسكراب بنحطها في عنا نوعين في عنا 1-2-3 يلي هو حسب لون البشرة إذا بشرة بيضة ولا سمرة وفي عنا الإن شاور يلي هو الأسهل سلستان بيوتية إن شاور عرفت اللي تأخذين شاور انتو بشبعت عن هذا اللانكستر اللي يسمونه ون منت ما زبط انا سميه تامبو دقيقة اللي تأخذين شاور تنشفين الجسمش تحطينه بعدين تقسلينه بالماء مفروض على بشرة رضبة يعني انتو عنا في هذه الشاور تحطي حولها ديئة بعدين تشطفينه بالماء وترجع تنشفينه بشكل طبطبي طبطبي بعد أربع ساعة بيطلع اللون حلو وفي كل يوم تستخدمه إذا بديك تزيد اللون أكثر وأكثر حياة مفروضة المهم أنا اليوم بأقول لكم الخطوات اللي أسويها قبل التعن قبل كتسوي حمام مغربي الحين الحين لانكستر عندهم شيء اسمه سكرابينج تسوينا قبل التعن بيوم يومين اسبوع اللي تابونا بعدين لما نروح التعن أنا استخدم كأول يوم أول يومين هالتعن ما أستغنى عنه اللي أورادي فيه اس بي اف حلو ثالث يوم استخدم هالتعن هذا يعطي مور جولد هذا آخر يوم تاننج استخدمه حلو وأنا لما أخلص تانن لازم أحط افترسن عندهم افترسن ويتحلو يثبت اللون ما يخلين جسم يقشر نهائي وهم عندكم شيء حق الشعر تقولون تستخدمونا وانتو تسوون تانن حماية حق الشعر اللي هو سن بيوتي هير من لانكستر وآخر شيء آخر شيء أستخدم هذا اللي قلت لكم هو رقم ثلاثة اللي أنا استخدمه ينحط على الوي كله برونزر شنكم توكم أقليلتان وهم البنات اللي يحبون يحطون ميكب بالبحر هذا بدين الميكب وما يروح بالماء وشكراً اشتركوا في القناة